يا متابعين يا كرام ويا حلا قصة يا الليلة اللي كتضر في القلب وحتى في الخاطر معاروش حتى كيفاش ندير باش نبداها ليكم للاحداث جولها مو حال واش تيدخلوا ليكم لعقلكم ولكن للأسف أحداث لهم حقيقيا منتع مراهقة مش حتى مراهقة يالله دخلت في المراهقة وخلات الكتاب جيلها أنه يسجل الماضي فاسد واللي كتقول هي فيه بنفسها أنا عارفة أنني غدي ندمع لي حياتي كلها والنهاية هي أنها مازال عيشة في غلط ولكن في سنها هذا تظن أو التي يصحب لها بل أنها غدي في الطريق المستقيم ضروري تتمع قصتها الليلة أولا باش نستفدو مش نولي خلالها تدير بحل هذه الأمور وثانيا ضروري نزحوها باش نعتقوها من الأخطاء اللي كيبانوا لها هم الأصح سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كنت من لكم تكونوا بيخير وعلى خير واموركم هانية إذا كنت جديد على القناة نقول لكم مرحبا بيك وإذا كنت من أهل الضار تخليوا حتى تكونوا ببحدكم وتسمعوا هذه الحلقة حيث حكاية شوية جريئة واللي هي حقيقة ما يمكنش لا تتغطى ولا نكذبو فيها حقيقة من واقع مجتمعنا العربي للأسف إذا كنتم تستعدين غادي نقول لكم لنبدأ اسميتي مانال ماما وبابا تزوجوا بقين صغار بابا خدم في التعليم وماما خدم في قطاع آخر مع الدولة عندي ثلاثة ديالخوتي دراري أختي كلهم كبر مني وبالزاف والدي حتى كبروا في العمر عزدوني وبحكم العمر ديالماما فالأطباء قالوا ليهب لأنها ضروري خصدر الإجهاد لأنه الجنين اللي غادي يتزاد غادي يكون فيه يا إما تشوه أو لا إعاقة إلى ما غير ذلك ماما تخلعت ولكن قرارات وأصرت باش أنها تحتفظ بهذا الجنين دس دسعة شهور وولدت ماما وهذا الجنين كان هو أنا خرجت على خير وبخير بدون تشوه ولا إعاقة واحتل هنا كل شي مزيان ماما كتعود يبلي أن هذا النهار كانت فرحانة بالساف وهنا في نولينا عائلة اللي كانت تكون من ثلاثة ديال دراري وزوجة بيال بنات وواليدية طفولة ديالي دست جد عادية قررت في مدارس ليهما خاصة اختيت زوجات مشات الخارج واختي خدموا فيهم ليخرج من البلاد وفيهم ليمشان دينا واحدة أخرى بقيت غير أنا وماما وبابا وأنا تان كبر كنحس بإحساس بلي أنه ما عنديش خصي كبر مني لأني ناذرا فين كان شوفهم والليت كأني غير أنا اللي عند ماما وبابا وهنا فين قرروا وليدية باش أنهم يشريوا الدار ديالهم فمدينا واحدة أخرى قريبة اللي فين كنا تنسكنه مشينا لها وبابا دالي ينتقال للمدرسة خاصة وجديدة وللمدير ديالها غادي يقترح عليه باش أنه يدرس فيها فعلا بابا قبل وداز عام وأنا كنت تنقرى في الساس جاء الصيف وبما أنه دارنا بقابلة مع زنقة فكنت في هذه المرحلة تنطلب من ماما باش أنا نخرج نلعب مع البنات في الشارع حيث كبرت شي شوية وهي كان بإمكانها أنها تحضني غير مشترجم فعلا بديت نخرج ونطلق مع ابنة الحومة وكان لعبه الكرة كل نهار في الصيف وبقيت كان نزل اللعب معهم حتى الواحد النهار غادي نتعرف على واحد دري لكل شي كنت يقولي يا رضي البل منه أرى شفاره رتي يخلع وشمكاره كان في الحبز وأنا صراحة ما كنتش كان خاف منه بالحكس كانت يعجبني حتى التطورات العلاقات ديالنا ووليت كان شوفه كل نهار وكانت سمحني شوية عاد كانت طلع لدارنا وبطبيعة الحال بلا ما تشوفوني وليديا وبلا ما تتضموا إذا قلت لكم باللي أنه كان في عمري أنا ذاك 12 سنة وهو كانت في عمره شي 18 سنة حتى الواحد النهار قالوا لي راشدوا البوليس ودخل الحبز أنا صافي خرجتوا من بالي وقبل ما يسلي السفنة ديالك سنة كانت تختيوا هداتني باش أنها جيب لي التليفون حيث كنت تنخدم غير بدي الماما بلا منتو بلي أنه وأنا كنت كان أخدم بالتليفون ديال ماما ديما كانت مراقباني وكانت حصلني بعض المرات كانت دوي مع الدرالي كتغوت عليها وبليت كان حسب علاقتي مع ماما بلي أنا مزويناش ومرقدرش نعود لها الأسرار ديالي حتى شغير كتغوت عليها وكتخاصم وخيفة عليها وصف وأنا ما محتجاش هاد الشيء وما كيعجبنيش كنت محتجاها تسمعني وتنصحني ولكن غير بشوية المهم ختي جبت لي التليفون جديد فهد الوقت تعرفت على واحد الدري من واحد المواقع من مواقع التواصل الاجتماعية هد الوقت بالذات كنت أنا طيشة وبزاف وكنت يسحب لي بلي أنا حتى شي حد ما يقدر يديرها بي وبتعرفت على هد دري وبدك يدخل معي في شي حويج اللي مما شي حتى لهيه وتي قولي يا صفت لي يتصورك وما تخفيش وفعلا أي حاجة كنت يطلبها مني كنت تديرها لي من صور مخيلة الحياة إلى ما غير ذلك لا أعجبني هالشي اللي يتنذير وقلت لي بلي أنه صفي ما تبقىش تطلب مني باش أنني نصفت لك شي حاجة وهنا بدأت يهددني إذا ما صفتيش قدي نشوه كله حليك تتصور في هنا وهنا وهنا وصراحة تخلعت وصبرت هالشي كامل وقع ومع ذلك مما كانت تقلب لي التليفون جالي ولكن أنا كنت أخبي ذلك شي في واحد وصف التليفون تل واحد النهار غدي نصفره لعن جدة واللي كان عندي واحد بنت عمتي كبر مني اللي كانت تقفيها كانت قلسة عن جدة قلت لها شنو كين بلي أنه ذلك الدريب غير يفتحني بتصوري عيطت لي على أساس بلي أنها ماما وحصلتني وبدأت كتعيره وهنا تفكيت منه وما بقىش تبرزتني ثلاث صيف انتقلت للأولى إحدادي اللي هي السابعة وهنا فين ستبدأ أحداث قصة مع مواقع التواصل اللي ستبدأ كنت تعرف على بسهف ديال الدري وخصوصا ذلك كانوا ساكنين حدايا وكان صفت لهم تصوري عادي ديال وجهي وكانوا ديما يقولوا لي أنت يا زوينة وفور ما ديالك زوينة وما كتبش عليكم أنا كانت شيئا بني الحال وحد النهار عاودت أني ماما غاديت قلبية تليفون جالي نقشت معها وقررت باش هاد من المرة أنني نهرب من الدار خليتهم حتى نعصوا مع الزوج جال ليل هزيت سواتي حليت الباب نتعد الدار وخرجت على أساس ما عرفش حدا أنني مشاينده تلاقيت بوحد الدري هالسقرع ديال الخامر أعزاكم الله وبدت يدوي معايا وعودت لي شنو واقع وبقيت غادي أنا ويا حتى الواحد تلع بحالشي جبيلة خاوية وبدك يتتقرب مني وما قلتش لي إلا وما كان شي بلي أنا ذاك بلي أنني غالطة تقرب مني والموهم كملوا من رأسكو بقيت معا حتى الصباح الصباح في الزنقة ومشيت عن جدة وقلت لي هراد تابس مع ماما وهاش نوقع ليا لا ما عودش لها الحقيقة بلي أنا وكنت مع الدري ولكن تقشت مع ماما وجيت عندك قلت لي يا صافي قلتني أنا قد نعيد على ماما كبش ما تتخلع عشي لك ونقول لي راكي هنا جاءت ماما وبابا باش يدوني ولكن نرفضت خذت لي ماما التليفوني ومشيت في حالها وأنا مشي من العاقزات هزيت تليفون ساعة جدة اللي في حلية مواقع التواصل كلهم وبدت كان ندوي فيهم من بعد ذات الأيام ومشيت لدارنا مرة أخرى غادي ندير مع واحد دري آخر ودرت معا في واحد البلاصة وباش يمكن لي نخرج وقلت للماما رأني غدا الحانوت ولكن ضربتها بجرية مشيت نشوف ذاك الدري واشكين في ذاك البلاصة ما لقيتوش ولكن في الرجوع ديالي لقيت معا واحد أخر اللي كان عارفه مانال كتقول لي وأنا تنعود هذا الشي كله أنا اندمانها من الداخل وعرف بلي أنه حياتي كلها غادي ندم على أخطائي اللي بديتهم بكري من حياتي كتقول مانال حيث أنا مشي من العاقزات غير غادي مقدمة مشيت معاها كانت تمشى وبديت كان عود لي على راسي وأنا راجعة للدار ما غادي نتلاقها غير مع بابا اللي جي في التاكسي خرج منها وقف وشفية وأنا معها ذاك الدري بابا خرج من التاكسي وجي قصده باش يدوي معاه الأخور هرب طلعني بابا في التاكسي اللي حشم من مولاها وقال لي مرقيت معا من تمشي غير معا ذاك الشمكار وبذكية خاص مع لي وانا كنت مخلوعة وكل اللي كانت تراعد تنقول غادي ناكسي القتلة دي لعصة دخلنا للدار ما هادرش معي بابا وماما قلت مسكينة شداني ومعنقاني وكاتب كي يا ابنتي وفي مشيتي وناناني نانانا حيث تعطلت معا قلت لها غادي نمشي غير الحانود يسحب الياب لأنني عاودت تهربت المهم حاولت أنني انتقرب بنا وعاودت لها أشنو واقع تخيلوا تليفون تعجده اللي كنت حلت في قاعة ما وقعت تواصلتي معي دي لي ما غد تخلي غير خالتي اللي غادي تقرأ في ذاك الشي كله اللي كنت نقول مع الدراري واللي كان بالسمطة لتحت ماما كانت دير الغضاء وعرضت عليهم ذاك النهار فجأت خالتي غادي تدوي معايا وغادي تقول يا شوفي أنا كان نصحك بش داك الشي تعطيه التسع ورا ما مزينش ورا غادي بقابيناتنا ولكن وعديني بلي أنا غادي تجمعي راسك ومهم كلينا داز كل شي هو هاداك وكل واحد رجع في حالو دازو الأيام تعرفت على دري وحد آخر في الفيسبو اللي كان نساكن حدانا شوية شهورا وحنا كان ندوي مع بعضنا حتى طلب مني باش انه يشوفني وقلت لي بلي ولي ديا حالي نرى مزيريني وانا ما قادراش وكان عقل باش نقدر نشوفوه واحد النهار في الحصان المعلوميات غادي نقول للاستاذ بلي انني بغيت نمشي لطواليطة اعزاكم الله واحد البنت خليت لها شكارة ديالي وقلت لها اذا قالوا لك فينا هي مانال قولي له امرا ما عرفتش ندرت راسي بلي غدا المرحات وخم عدناش لحق اننا نخرج من المدرسة غادي ن ندوز مواحد الدروش ديال الكاب من الشهاد ديال الباب ديال الترانسبور ديال المدرسة ومشيت لعندها كخينة لي جا كي تسناني بالموتور ديالي وداني لواحد البلاصة وغادي توقع بيناتنا علاقة فين غادي نفقد هذه المرة العدرية ديالي وانا يلا عندي 13 سنة في هذه اللحظة عارفت انا وقعت شي حاجة اكيد غادي ندمع لها حياتي كلها وهنا فين طلب سمنه باش انا ويرجعني للمدرسة في طريقي وانا غادي تليفوني ما اسكتش من الصونت ما قدرت نجاوب إلا وا اهلو 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 ايه قلت لي انا فلانا لما انخليت شكرتك مكانش هادك فلانا كانت واحدة من الادارة اللي قلت ليه هي على اساس ذيك البنت حيث اش كان بابا ديالسا جاب البوليس ندراسه واش مالقانيش غير وصلت خدمني تليفون ديالي وصولني البوليس فين كنتي وعلاش دابان بعد ما دازوشي سنوات كانت تذكر هادشي كان حسب واحد احرج ليه كبير كيفاش انا في هذه السن قدرت نحط بابا في هذا الموقف قلت لهم الله ارا عندي مشكل مع الدار وخرجت غير هنا وجيت ما ق ما قدرت نقول الحقيقة وللمرة الثالثة بابا ما قديش يدوي معي في هذا الشي والداني للدار ولكن تنخاف ما تنحشم واحد دري اللي كنت كنعرفه مش حال هذه رجعت كندوي معاه وكنت ديما تنعود ليش نوتي وقع ليا وكان صحني ما ديريش هاده حدي راسك من هاده واندرجت ان اوليت متعلقة به حتى حييت قاعد الدلالي اللي عندي وما بقى عندي حتى شي حد الا هو ومرا فيش حال في ان كانت تلقى به حييتش باقينا في الدار مزيريني في الخروج وتخيلوا للمرة التي لا تعد غير نهربه لكن بطريقة واندرجت معا ذاك تدري بشي تسنني في واحد البلاسة معيانة وغادي نجي الحق عليه وبابا كان عنده واحد المحل فتحت الضار فوق الفراغ ديالوتي مشي تيقلس فيه هابطل عنده طلبت منه بش انو يجيب ليشي صخرة وانا راني غالصة حاضية ليه المحل غير هو خرج وانا هربت مع الدورة وبلوكيت قاع النوامر ديالهم وانا فطريقة عند ذاك خاينة غاديت تعرضوا ليه زوجن تعدراني اللي هما تعرفوني وعارفين سيرة ذاتية ديالي السوداء فبقوا مطولين معايا وق هاتي مخلي كوم حيتاش الخاليه ديالي كيتسنني ما خلوني ايشو حيدوا ليه التليفون ديالي وجروني تعدى وعارفيني وحلت وخليت حالتي حالة مشيت باش نشحت التاكسي وقالت ليها شهن وقع ليها كانت كاتبة الحالة ديالي بحال عزاكمالله ماشي بحال بحال شي بنت ليها بنت دارهم أو لاب والديها موت تاكسي اعطاني هاشين درام وقال ليها空 ديالتي أخوذيها و زدت طاكسي لحي ديالنا وقلت لدرالي دياليال حومة شهن وقع ليه و هاشكون و هاشكون. مشينا عند دورهم ما لقيناهمش. فهذا الوقت انا مقدرش نرجع لدارنا. حيث كنت مخلوعة من ردة فعلهم. و هما كيقلبوا عليا. مشيت مع واحد دري بقيت معها الليل كله. الصباح قلت غادي مشي للدار اللي بغا يوقع يوقع. و رقيت ما مكتسناني. ما كانوش كيقوتوا عليا ولا يضربوني نهائيا. ما مغير كاتبكي و مخلوعة و كاتواسيني. اشكلتي و مدرتي في نحستي. كأنا و الفوني انا اللي كان هرب. دخلت شوية سوق راسي. و واليدي بحيلة بدوكي تيقو فيها مجديد. جاء الصيف و واحد منها قدرت راسي بلي انا كان اشتر الحواج. خليت السورة مجديد. و خرجت مشيت عند واحد خينة. اللي كنت تدبيه معها في فيسبوك. وقعت بناتنا علاقة. في الدار دير صاحبه. و قال لي يا صنع لمك. و قولي لها بلي انا كم غادي تجي حتى العشية. دويت معها و قالت لي يا صافي و أخي المهم غير أجي. رابك ما جي حتى العشية. جي انتي قبل منه. رجعت للدار و كانت نفس المعاملة دي الماما. مالك يا بنتي و وش كريتي و وش انتي لا بس. هيا جاءت القرية. كنت نعود لواحد البنت بلي انني كنت مع هذا و مع هذا و ها فين دوست الصيف. و أنا تفرشتني في المدراسة. قالت هل كل شي. حتى أقول لك يا ربو مني. جاء الوباء كل شي يقلس في الدار. و بدأت كانت تحسن علاقتي مع والي دي. كانت تفرجوا مجموعين. كانت جمعوا. كنا مفوجين. ما بقيتش نخرج و ما بقيتش نظر مع الدراري. واحد النهار جاء أخوتي الدكورة. اللي كانوا كبروا مني بالسهف. اللي شحال هذه ما شفتهم. واحد من أخوتي قال لي يا و قالوا خلي لي تليفون كنشوفه. شحال و أنا كانت تهرب و مخبيه عليه. حتى أوقف عليه واحد النهار. و أنا ندير له الكود لكل شي مع كان عمر بالدراري. المهم. أخذ التليفوني بقى معاه و يتصني لي واحد النمرة. دي كتصني و كتعود. سؤولني شكون. قلت لي بلي أنا ما أعرفش. قال لي يا و قالوا ما غاديش تخدي التليفون إلا إذا حليته لي. كان بكيو كنقول لي لا. في الأخير غادي نحل له لي. حيث يجزيرني إيوا وهنا غادي القرى الكوارث. رسائلي فيهم كلام طايح. و بدي سؤولني. وش كانت عندي علاقة مع هذا وهذا وهذا. وش وقعت بيناتكم شي حاجة. نكرت و قلت لي بلي أنا ولا كنت 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 تفلع عليهم بالهضر أوصاف. فإذا به غادي يشوف تصاور دي لي مخيلي للحياة. خذت تليفوني و راه البابا و قال لي يشوف بنتك شون الولاي تكدير. دي كالليلة دي ستعلي هي كحلة. حيدوا لي يا تليفون و أعطوني واحد قديم. بما إي فورماتي و هلية. من بعد مدة غادي رجعوا لي يا تليفوني. و اتصلحنا. ورجعت القرايتي. ورجعنا كنمشو للمدرسة. رجعت القرايتي. وتليفوني كانت يبقى في الدار. كنت كانت معي غير واحد تليفون لي هو بيل. باش كتسول في ماما و وش وصلت بي خير. قديتها في قرايتي. و لم أبقيت كان أعمر معي حتى شي حد. الدار المدرسة حتى نجحت في الثالثة إعداني. و لم أشرت لي التليفون جديد حتى نجحت. وكانت وعدتني به. ولكن باختصار مفيد. في العطلة اللي كانت عندي فيها 15 سنة. تعرفت على واحد الدري. اللي عودت لي قصتي. كيف عودت لكم تفاصيلها. وبقيت فيه. و بدتي ينصحني. وتطورات العلاقة دينا. ورسحيت لي. جاءت القراية. و بدتي يجيبني من المدرسة. و يوصلني. واحد من نهار القاني مع الدراري دي مد درستنا. ووقفة. صرفقني. اداني لداره. و بدتي يغوتالية. من بعد طالح نهار. رجعني من المدرسة. وبقيت وقت ما. كانت عندي شي ساعة خوية. كان مشي للدار عنده. حتى الواحد النهار. غدي تصدم بعض الخبر. لقيت رسي حاملة. وهنا كانت تصدمة الكبيرة دي الحياتي. 15 سنة. و أنا حاملة. قالها الخطو. اللي صاحبتها. كانت تعرف شي طبيب كي دير عملية الإجهاد. بحية الجنين. اللي ما كانش مازال مكمل. شهر في النمو ديالو. ديس العملية بخير. و حاولت أنا ن يخلي ماما ما تشكش. و أخي حسيت أني شكات معها. حصلت عندي شي دوايات. و قلت لابني راديو لصحاباتي. اللي كانوا بقوا عندي. وهذه المشكلة. هي اللي ذات لي نوعا ما. العقل ديال بالصح. حيث اج عمرني ما توقعت أنني نطيح في هذه المشكل. و رغم من العلاقات اللي كانت متعددة. و في سنة صغيرة بالسف. بقات علاقتي مستمرة. مع هالشخص اللي حملني. فضلت أنني بقى معه. لأنني كنت نحس به. كانت في قنيم الأغلاط ديالي. و كان ينصحني. أنا اليوم عندي 19 سنة. وبقى معاه. و أخى أنه ديما تذكرني. بلي ما غجيش يتزوج بيا. و كل مرة تذكرني بهذا الأمر. باش ما مقاش غاديه في الغرض ديالي معاه. ولكن أنا متشبت به و متعلق به حتاش. بدل فيه بزاف ديالي حويش. خصوص أنه كان معي راجل. و أختي عيرني. و أخاه قاسح معايا. ديما وقف معايا. كتقول منال. أراني ندمة. أشد الندم. و دارني خاطر على هذا الماضي. وهذه هي حكيتي. للأسف. 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 هذا كلام ديال. المراهقة. كارثة. و أحداث اللي مك يدخلوش للراس. و حلفتها وش أنها صادقة. و عهدتني بالصدق في كل أحداث. صراحة كان خاصني بزاف من السويع. باش أنا نقدر نصدق الكلام ديالها. اللي راني خصرت لكم بزاف. حيش كيني نشي تفاصيل. لما نقدرش نشاركهم معاكم. احتراما لي. واحتراما لكم. عفاكم. عفاكم. ما كنت تكونش نصحوها. ولكن قبل ما نخليوليها شي نصيحة. ما ننسوش. أنهم كيف معاه التوني. ولفتوني في حكاية سابق أنهم نعطيوها بأدب. لأننا حاليا خصوصا كنوجه كلام للبنت عندها 19 سنة. كلام يا إما يرجع لها مزيان. يا إما يقاذيها. الهدف أننا حاليا ندروا دور الأباء اللي مقدروش يدروه والله أعلم. حيش هذا القصة سمعتها من طرف واحد. اللي هي طفلة. نقدر إذا سمعتها من طرف الأم والأب. تكون عندها شي زاوية واحدة أخرى. ما كرتش أننا نعتقوه إذا لقينا ما نعتقوه. و ليس تخرب النفوس وتدميرها. لأنه بكلمة ممكن إنسان يا إما يطيح يا إما يطلع. خصوصا في هذا السن دي المراهقة. سن اللي باقي ما زال رحيف. و ليتي بللي هالغلط باللي أنه صحيح. و دابا غنوجه كلامي لي كمانال. خليني نقول لك بنتي ولا أختي. علقتك مع الشاب بنتها دابا خاص كي تحبسيها. عاجلا غير آجلا. شوفي لست بطبيبة نفسية كيف تنقول دائما ولست بمرشدة ولا 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 تشي حاجة. ولكن غد نعطيك نصيحة كابنتي كأختي كصديقة لي دو استماضي لي وحافل بالسلبيات. و من حتي لراسك أحد الباب لي هو أكبر منك وبالساف. سولتك شنو اللي خلاك تدري هادشي قلت لي يا والديك مزييرينك و ما عطينك لحنان. و صراحة والديك بالعكس. أنا بنولي بلي أنه ما مزييرينك وهادش اللي خلاك تمادي في الغلاط ديالك. على برك بلي أنا والتليفون مخصوش يكون عندك من السن دي 11 سنة. تليفون كيت تعطى فاش كان نجو. و كتكون المراقبة من الشخص اللي هو فهم فيه. وببساطة تليفون خرج عليك في سن طفولي. وهذه هي نتيجة دياله اليوم. رفاش كنت تسمع القصة ديالك تأسفت بزاف. ما حرفتش علاش ولكن سن صغير. ده بلعطى الله أعطاه. أنا غدي نقول لك حاجة. شوفي. دير هاد الكلام حلقة في ودنيك. إذا بقيت في هاد الباب ديال من ذكر لذكر من علاقة العناقة. فالنهاية بين شو غدي تكون في الأخير. بحال واحد زائد واحد تساوي زوج. ركباقة صغيرة. و كل نهار عندنا فرصة باش أننا نبت لحياتنا حبسي من العلاقات. إذا اليوم والبارح والبارح ربي استرك. غدا غدي حبس ستر دياله. عليك لأنك ما قدرتيش و ما ع قرأتك ثم قرأتك ثم قرأتك ثم قرأتك ثم قرأتك ألف مرة. يا مانال شواهد ديولك و علمك هو اللي غدي يدوم لك. هو اللي غدي يقول لك شكنتي. هو اللي غدي يمنحك. خدا أفضل. اختار اللي غدي يرجع لك بمزيان. ورا ما مشاش الحال حيزاش بإمكانك أنك تصلحي كل شي. هاشي اللي غدي تدري ليس من أجل شي حد. ولكن من أجلك نسية. ركباقة صغيرة بالساف. وغيجي واحد الوقت ويوصل النصيب ديالك إن شاء الله. وتزوجي. وتدري ولدات. وتقول الحمد لله. أنا لم أكملت في ذلك الطريق. أخترت مستقبلي. شواهدي وأيام أفضل. رضايب نصيبك في الحياة. ركباقة صغيرة. ومدام نزيم هذا الشيء كله. ركباها ماشي نقول لك ذابا. في دولي ديك ما نقربينش منك. أنت تقرب منهم. ولو ما يعطوك حتى شي حاجة. من أجل روحك أنت يا. ونزيدك. أرى الرجولة. ماشي هي ذك الشي اللي على بالك. وماشي تشمكير. وماشي نخوت على هذا. وتكون عندي السلطة على هذا. ماشي مطور. ماشي حيا. ماشي سرط الطموبيل. الرجولة يا منال يا حبيبتي. هي مواقف. ماشي مواقف أنت أنه حملتي معاه. وتحمله هذه المسؤولية. فأنه دار لك الإجهاد. أراه الرجولة في الشريعة دينا الإسلامية. وعموما هي أنه ما يقدرش أصلا يتجرأ عليك إلا إذا كان من باب الحلال. مانال ركبا قكتيكيتا. باب الله وطريق الله أفضل وأبقى من هذه الخزع بلاد كلها. تقيد بمولانا. توضاي وصلي. وطلبي الله توالك. ونمتقنا. بللي أنه كيف أنت ما رضياش على راسك في هذا شيء دونستي. منتقنا بللي أنه بغيت بتلحياتك وغادي تبتلحي إن شاء الله. أنا كان تقفيك. وهذه هي رسالتي لك. يا متابعين يا مشاهدين يا إخواني يا كرامي يا أحبابي. خليوا رسائلكم بطريقتكم. المنال. ديروها بحلختكم بحل بنتكم. ووجهوا لها شي كلام. أنا بغيتها تقرر تعالق ديولكم. بغيتها تقرر رسائل ديولكم. باش تحسوا تفق بللي أنه الطريق اللي غادي فيه هي اليومة. را خالط في غلط وغادي وصلها الوحد النهاية لي مسدودة. وأخيرا هذه هي حكاية الليلة. دمتم في رعاية الله وحفظه. إذا وصلتوا حتى لهذه اللقطة. ما كرهتكم شأنكم. من بعد هذه الشي اللي سمعتوا كاملكم. تخليوا لي التحت شي عنوان لهذه القصة. عنوان نسمي به قصة. اللي غادي نبتلقنا للعنوان اللي كتشوفوا دابا. وغادي نحط العنوان ديال أحسن واحد. أثار إعجاب ديالي في التعالق. أنا في انتظاركم. ما تنسوش بأنكم تقطعوا على زر الإعجاب. سلام. سلام.